لم تعد تذاعيات انهيار الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مقتصرة على حصار إيران وفرض عقوبات عليها فالمشهد القادم من لبنان يكشف أن الأجندة الإيرانية ليست بمنأة عن عاصفة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران آخر المستجدات السياسية مطالبات أممية حملها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الحكومة اللبنانية يحثها على تجريد ميليشيا حزب الله اللبناني من سلاحه وفرض الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية كما حملت مطالبات جوتيريش أيضا دعوة الساسة اللبنانيين لاتخاذ كافة التدابير لمنع ميليشيا حزب الله من الحصول على السلاح وبناء قدرات عسكرية خارج سيطرة الدولة إضافة إلى تطبيق سياسة النئيب النفس ومبادئ إعلان بعبدة التي ضربت بها ميليشيا حزب الله عرض الحائط وذلك بانخراطه بالقتال الدائر في سوريا منذ سنوات عدة وارتكابه لجرائم حرب واثقتها شبكات إنسانية وتقارير دولية دعوة جوتيريش جاءت متزامنة مع صراع مصالح بين إيران والكيان الصهيوني بلغ أوجه في الأيام الماضية وتمثل في هجوم صهيوني شبه يومي على مواقع الميليشيات التابعة لإيران في سوريا وأدى إلى استنزاف قوة تلك الميليشيات بحسب ما أردته تقارير عدة وبينما تعتبر هذه الدعوة الأممية لاسترجاع لبنان سيادته تطورا جديدا إلا أن مراقبين يقللون من جديتها وإمكانية تطبيقها نظرا لسطوة ميليشيا حزب الله الكبيرة وتغلغله في أغلب المؤسسات اللبنانية فضلا عن تموضعه كحلقة ضمن سلسلة تشكل المشروع الإيراني التوسعي من طهران إلى بيروت مرورا بالعراق وسوريا وفي حال انقطاع تلك الحلقات فإن حلم الإمبراطورية الإيرانية بات مهددا بالزوال